السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل اليوم في الشبتر الثاني اللي هو المحاضرة الثالثة من الشبتر الثاني هنشوف قانون invariance theorem يعني قانون اللي هو حيكون عنده يعني علاقة بالمونت اللي هي العزم وفي اخر شي حنشوف مثال على القانون هذا حنبدأ يعني بشرح القانون حنشرح القانون من خلال مثال هذا مثلاً وناخذ القوة F هذه طبعاً أكيد القوة هذه F حننزلها على المحور اللي هو نفسه المحور X هذا حنحصل على Fx ولو ننزلها على المحور Fy نتحصل يعني المحور على القوة F Fy طبعاً حنجيب العزم منتعة القوة القوة اللي هي F والمسافة بين النقطة اللي حنسوي فيها العزم اللي هي R طبعاً يعني حسب القانون الحزم M بيكون R X F يعني R هذه هي المسافة اللي هي المسافة A بمأنها عندها Fx والFy يعني F نقدر نكتبها Fx بلاس بلاس Fy يعني بنعوذ قيمة الـ F هنا زي ما شايفين بالـ Fx والـ Fy طبعاً لو نوزحها هذه على القوة بتصبح R كروس Fx بلاس R كروس Fy لو نشتغل بس على الـ Fx على القوة Fx يعني R كروس Fx هتكون المسافة العمودية محور القوة اللي هو Fx والنقطة اللي يصير فيها العزم هتكون المسافة Fd يعني هتكون D1 يعني هتكون Fx في الـ D1 هذه R كروس Fx بتعطيك Fx في الـ D1 بالنسبة للقوة Fy هذه اللي هي عندك هنا R كروس Fy هتكون المسافة العمودية ما بين محور القوة اللي هي هذه والنقطة اللي هي المسافة هذي طبعاً اللي هي D2 يعني هتكون Fy في الـ D2 يعني لما يكون عندك قوة فيها 2 كامبنس العزم منتعة القوة هذي هيكون المجموع منتع العزم منتع القوتين يعني هيكون العزم منتع الكمبنس الأول مع العزم متع الكامبانت الثاني يعني نقدر نقول أن الحزم متع قوة هو مجموعة متع العزم متع القوتين اللي هم يمثلوا الكامبانت هذا هو القانون متع بريونس ثيورا هنشوف مثال مثلا عندنا في الشكل هذا عندك القوة قيمتها 600 نيوتن عاوزينا نحسب المغنيتود متع المونت المغنيتود متع المونت حول النقطة A هذه النقطة A النقطة طبعا أول شيء هنقسم القوة إلى على المحورين على المحور X يعني هتكون هنا هذا هو الف X يعني ما ننسى أن الزاوية هذه هتكون يعني كمعتى اللي هي 40 درجة مثلا وهذه الف Y طبعا هتكون نفس الزاوية 40 درجة يعني الف X هتكون قيمتها بمنها مجاورة الاربعين هتكون 600 اللي هي الوطر في كوسين 40 يعني الف X هي في 600 في كوسين 40 تساوي 460 نيوتن نفس الشيء بالنسبة للF Y يعني الزاوية بتكون مقابل F Y يعني هتكون لكن قيمتها بالصين يعني هتكون 600 بالصين لكن هنا بالمينس ليش بالمينس لأنه المتجاه همتع الـ F Y عكس المتجاه همتع المحور Y هتكون بالمينس لكن طبعا هنا المفروض نكتب الناتج بالمينس ناقص 386 لكن هنا المطلوب هو المغنيتود علشان كده هنافض القيمة المطلوب طيب لو حاوزين العزم حول النقطة O M O هيكون يعني F X هذه نضربها في المسافة الديوانية نحن هنا استعملنا القانون اللي نشوفناه منذ حين إيش الديوان هذه المسافة العمودي ما بين محور القوة متاعة F X محور القوة متاعة F X والنقطة أو هذه يعني اللي هي المسافة هذه اللي هي 4 يعني هتكون يعني 460 اللي هي قيمة الـ F X هنضربها في المسافة ديوان اللي هي 4 بالنسبة الـ F Y بمنها قيمتها 386 هناخذ نفس القيمة لكن هناخذناها موجبة لأنها هنتحصل على المغنيتود هنضربها في المسافة العمودية كيف هنجيب المسافة العمودية يعني المسافة العمودية ما بين المحور F Y والنقطة أو اللي هي المسافة طبعا هذه اللي هي 2 متر يعني هنضربها في 2 متر هنتحصل على الانتيجة النهائية 2610 يعني هذا كمثال للقنون هذا وشكرا لكم